عزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجنا برنامج التفاوضل والتكابل النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوع سلوك الدلة هنبحث النهاردة تحدب الدلة أو تحدب منحنة الدلة إلى أعلى وإلى أسفل وإيجاد نقط انقلاب هذا المنحنة عند النقط اللي بتغير فيها المنحنة تجاه تحدبه من أعلى إلى أسفل التحدب إلى أعلى والتحدب إلى أسفل ونقط الانقلاب نظرية إذا كانت المشتقة التانية ده الشرطتين سين أصغر من صفر في منطقة ما فإن المنحنة يكون محدباً لأعلى في هذه المنطقة كمان إذا كانت المشتقة التانية ده الشرطتين سين أكبر من صفر في منطقة ما فإن المنحنة يكون محدباً لأسفل في هذه المنطقة تعالوا نتعرف كمان على النقطة التي تفصل بين مناطق التحدب لأعلى ومناطق التحدب إلى أسفل وده تسمى نقطة الانقلاب يعني في الرسمة اللي نرسمها منحنة دالة يكون محدب لأعلى ثم لأسفل يبقى هذه النقطة التي فصلت بينهم التي تفصل بينهم تسمى نقطة الانقلاب تعالوا نشوف مثال ظل للدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تضليلاً كاملاً منحنة دالة دال حيث دال سين بتساوي سين نقص اثنين في هيه قصي سين يكون محدباً لأعلى في الفترة الداني بدائل سالب واحد واثنين فترة مفتوحة فترة مفتوحة سالب مالة نهاية وصفر الفترة المفتوحة صفر ومالة نهاية الفترة المفتوحة صفر واثنين ادي دال سين بتساوي سين نقص اثنين في هيه قصي سين ودي حاصل ضرب دلتين هتبقى قاعدة مشتقط حصل ضرب دلتين واقول ده الشرطة سين هتساوي لما اشتق القص سين نقص اتنين مشتقطه بواحد مضروه في هي اوسسين نكتب هي اوسسين زائد سين نقص اتنين واضرب في مشتقط هي اوسسين لها هي اوسسين طب نشتقطها ممرة يبقى ده الشرطتين سين هتساوي مشتقط هي اوسسين هي اوسسين زائد سين نقص اتنين اما تكون مضروعة في هيه اسسين مشتقتها ادي هيه اسسين لانه مشتقت سين نقص اتنين بواحد زائد سين نقص اتنين في هيه اسسين نفق الاقواس يبقى ده الشرطين سين هتساوي اتنين هيه اسسين زائد سين نقص اتنين في هيه اسسين هعيد من اول بوضع ده الشرطين سين بتساوي صفر بوضع ده الشرط التين سين بتساوي صفر ما ما فيش قدامي غير قيمة السين هي اللي هتساوي العدد صفر. ادي خط الاعداد. قيم سين من سالب مالة نهاية لصفر. ومن صفر لمالة نهاية. واخترت قيم لسين في هذه الفترة. لقيت ان في الفترة من سالب مالة هي لصفر مفتوحة. قيم ده لشرطتين سين سالبة. يبقى المنحنة من محدب الى اعلى. وكمان اخترت قيمة لسين اكبر من الصفر. لقيت ان ده لشرطتين سين مجابة. يعني المنحنة محدب الاسفل. هو طلب مني الفترة اللي هيكون فيها المنحنة محدب لاعلى. هجد ان هي الفترة من سالب مالة نهاية لصفر. يعني الاختيار به. هو الاختيار الصحيح. مثال اخر. ارسم شكلا عاما لمنحنة دلة. ده لسين بتساوي. سين تكعيب نقص ثلاثة سين زائد اتنين. طبعا لما يطلب مني ارسم شكلا عام لمنحنة دلة. ده لسين بتساوي سين تكعيب نقص ثلاثة سين زائد اتنين. انا هبحث كل اللي تعلمته في موضوع سلوك الدلة. يعني هبحث تزايد وتناقص. قيم عظمة وصغر محلية. مناطق التحدي بالاعلى ولا اسفل. نقطة الانقلاب. طبعا مرورا من نقطة الحرجة. كل اللي انا اتعلمته. تعالوا نبدأ ونقول ده لشرطة سين هتساوي. تمام تلاتة سين تربيع ناقص تلاتة. دي المشتقة الاولى للدلة. كمان لو ان المشتقة التانية ده لشرطة سين دي هتساوي ستة سين. وابدأ اولا ببحث فترات التزايد والتناقص. هو البوضع ده لشرطة سين بتساوي صفر. يعني هساوي تلاتة سين تربية ناقص تلاتة بالعدد صفر. لو اسمت على التلاتة. هيبقى سين تربية ناقص واحد بتساوي صفر. هنحللها. هيبقى سين زايد واحد مضروبة في سين ناقص واحد بتساوي صفر. يعني القوس الاولاني سين زايد واحد بتساوي صفر. ومنه سين بتساوي سالب واحد. او القوس التاني اللي هو سين نقص واحد بتساوي صفر ومنها سين بتساوي موجب واحد. يا ما دي النقطة الحرجة بتاعتي عندها سين بتساوي سالب واحد او سين بتساوي موجب واحد. ارسم خط الاعداد. في الفترة من سالب مالة نهاية الى موجب مالة نهاية. وحددت على خط الاعداد قيم سين. اشارة ده الشرطة سين. وسلوك الدل دال سين. ادي سالب واحد ودي موجب واحد. اللي عندهم ده الشرطة بتساوي صفر وابدأ اشتغل في الفترة من سالب مالة نهاية لسالب واحد طبعا فترة المفتوحة اخترت عدد زي سالب اتنين وقلت ده الشرطة سالب اتنين هتساوي اختر اي عدد يعجبك بس خليه في جوار العدد سالب اتنين يعني تلاتة في سالب اتنين تربية ناقص تلاتة بتساوي اتناشر ناقص تلاتة ودي بتساوي تسعة وهي قيمة موجبة يعني ده الشرطة لعدد في الفترة من سالب مالة نهاية لمفتوحة لسالب واحد مفتوحة بتساوي كمية موجبة اللي هي التسعة يبقى هذه الدلة في هذه الفترة دلة تزايدية واضحة على الرسم واكتب كده الدلة تزايدية وابدأ اشتغل في الفترة من سالب واحد لواحد مفتوحة واختر عدد ينتمي لهذه الفترة لسين زي صفر يبقى ده الشرطة صفر تساوي 3 في صفر تربيع ناقص 3 ودي بتساوي سالب تلاتة طبعا سالب تلاتة الكمية سالبة اصغر من صفر ده معناه ان ده الشرطة اشارتها سالبة والدلة السهم بتاعها بيدل على التناخص وباكتب كمان ان هذه الدلة تناخصية في الفترة المفتوحة من سالب واحد لموجب واحد لو كلمنا عن الفترة من واحد الى ما لا نهاية فترة مفتوحة طبعا هاختار عدد زي 2 واقول ده الشرطة 2 حاول تختار عدد قريب من الواحد اكبر من الواحد وقريب منه زي 2 يعني هتساوي 3 في 2 تربيع ناقص 3 يعني هتساوي 12 ناقص 3 وهي بتساوي 9 ودي كمية اكبر من الصفر يعني كمية موجبة يعني ده الشرطة سين موجبة ومنحنة الدلة بيها تزايد وباكتب اذا الدلة تزايدية في الفترة المفتوحة واحد وما لا نهاية يبقى احنا عشان نرسم منحنة الدلة بحسنا النقط الحرجة جبناها الاول وبعدين شفنا فترات التزايد والتناقص لهذه الدلة تعالوا دلوقتي نبحث القيم العظمى المحلية والقيم الصغرى المحلية لهذه الدلة ادي خط الاعداد اللي بحسنا عليه التزايد والتناقص هاجد عنده سين بتساوي سالب واحد على يسارها ده الشرطة سين موجبة يعني الدلة تزايدية وعلي منها ده الشرطة سين سالبة يعني الدلة تناقصية ده معناه انه توجد للدلة قيمة عظمى محلية عنده سين بتساوي سالب واحد طب انا عايز اعرف القيمة المناظرة يبقى ها عوض في الدلة الاصلية عن سين بتساوي سالب واحد يبقى نقطة القيمة العظمى المحلية هي سالب واحد واربعة انا عوضت في الدلة الاصلية اللي كانت سين تكعيب نقص تنية سين زي اثنين عن سين بسالب واحد لقيمة الصاد هتساوي اربعة وهي القيمة العظمى المحلية كمان عنده سين بتساوي واحد لما بحسنا التزايد والتناقص لقيمة انه على يسار سين بتساوي واحد ده الشرطة كانت سالبة يعني الدلة تناقصية وعلي منها من خلال الرسم ده الشرطة سين موجبة يعني الدلة تزايدية ده معناه ان عند سين بتسوي واحد توجد للدلة قيمة صغرى محلية طبعا هذه القيمة عشان اتوصل اليها وحسبها هعود في الدلة الاصلية اللي كانت سين تكعيب مقص ثانية سين زائد اتنين واجد ان نقطة القيمة الصغرى المحلية هي واحد وصفر يبقى دلوقتي تعرفت كمان او توصلت للقيم العظمى المحلية والقيم الصغرى المحلية للدلة اللي انا عايز ارسم المنحنة بتاعها نتكلم كمان عن بحث مناطق التحدب ونقطة الانقلاب وده درس النهاردة هقول بوضع ده لشرطتين سين بتساوي صفر يعني ستة سين بتساوي صفر دي المشتقة التانية ومنها البعد الاسم على ستة هجد ان سين هتساوي صفر ادي خط الاعداد اللي هبحث عليه التحدب لاعلى والاسفل ونقطة الانقلاب ان وجدت هبين عليه طبعا قيم سين واشارة دل شرطتين سين والمنحنة زي كان محدب الى اعلى ولا الى اسفل عند سين بتساوي صفر دل شرطتين سين بتساوي صفر وابدأ اشتغل في الفترة المفتوحة من سالب مال نهاية الى صفر واختر عدد قريب من الصفر وعلى يسار الصفر زي سالب واحد واقول دل شرطتين سالب واحد بعود في المشتقة التانية يبقى ستة في سالب واحد ودي بتساوي سالب ستة وهي قيمة سالبة اقل من الصفر يبقى على الرسم احطه قدام دل شرطتين اشارة سالبة معناها ان منحنة هذه الدلة محدب الى اعلى واكتب كده في الفترة من سالب مال نهاية مفتوحة لصفر مفتوحة التحدب لاعلى نيجي للفترة المفتوحة من صفر الى مال نهاية واختر عدد ينتمي لهذه الفترة يكون اكبر من الصفر وقريب من الصفر زي الواحد واقول دل شرطتين واحد هتساوي ستة في واحد ودي بتساوي ستة وهي قيمة اكبر من الصفر يعني قيمة مجابة يعني دل شرطتين سين في هذه الفترة قيمتها مجابة يبقى منحنة هذه الدلة محدب الى اسفل وبكتب كده اذا التحدب الى اسفل في الفترة المفتوحة من صفر الى مال نهاية طيب طالما المنحنة واخد الشكل دوت عندي محدب الى اعلى وبعدين بقى محدب الى اسفل في فترة اخرى يبقى توجد نقطة انقلاب عنده سين بتساوي صفر تمام طب هذي النقطة احداثية الصادي بكام عشان نجيب احداثي صادي يجب ان احنا نعوض في الدلة الاصلية يبقى دلة صفر هتساوي تمام الدلة الاصلية اللي كانت سين تكعيب صفر تكعيب ناقص 3 في سين زائد 2 يبقى 3 في صفر زائد 2 نحسبها هنجد ان هي بتساوي 2 يبقى عندما سين بتساوي صفر الصاب بتساوي 2 ودي بنسميها نقطة الانقلاب يبقى انا كده حددت دلوقتي التزايد والتناقص والتحدب لاعلى والتحدب لاسفل ونوخة القيم العظمى المحلية والقيم الصغرى المحلية والانقلاب تعالوا نلخص الكلام ده في جدول ادي قيم السين سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واثنين ودي قيم الصاد اللي هي ده لسين قيم المناظرة يعني لكن صفر واربعة واثنين وصفر واربعة خلي بالي ان النقطة صفر واثنين دي نقطة انقلاب والنقطة سالب 1 واربعة قيمة عظمى محلية للدلة والنقطة 1 وصفر قيمة صغرى محلية للدلة ادي محور السينات ومحور الصداد وارسم النقطة اللي احنا اتفقنا عليها ادي اول حاجة سالب 2 وصفر دي نقطة هتساعدني وكمان سالب 1 واربعة اللي هي قيمة نقطة القيمة العظمى المحلية والنقطة صفر واثنين نقطة انقلاب والنقطة الصغرى المحلية لها 1 وصفر والنقطة اخرى هتساعدني اللي هي 2 واربعة وابدأ اوصل بينهم واخد بالي وانا بوصل ان النقطة سالب 1 واربعة قيمة عظمى محلية والنقطة 1 وصفر نقطة قيمة صغرى محلية وكمان المنحنى محدب لاعلى من سالب من النهاية الى صفر فانا بارسم خليني حريص ان انا محدب حد ارسم المنحنى محدب الى اعلى من سالب من النهاية الى صفر اما في الفترة من صفر الى من النهاية المنحنة محدب الى اسفل وانا بارسم ابقى حاريس ان يخلي المنحنة محدب الى اسفل بكده يبقى انا قدرت ارسم منحنة دلة اللي هي سين تكعيب نقص ثلاثة سين زائد اتنين وشفت شكل المنحنة بعد ما رسمته وطبعا انا تعرفت على الرسم المنحنة بدراسة سلوك الدلة تزايد وتناقص تحده بالاعلى وتحده بالاسفل نقط حارجة عظمة وصغرى محلية وكمان نقطة الانقلاب تعالوا نشوف مثال اخر رسم منحنة دلة المتصلة دل الذي يحقق الخواص التالية دل 4 بتساوي اتنين دل 3 بتساوي اربعة ودل 2 بتساوي صفر ودل شرط سين اصغر من صفر عندما سين اكبر من اربعة او سين اصغر من اتنين كمان دل شرط تنسين اصغر من صفر عندما سين اكبر من 3 ودل شرط تنسين اكبر من صفر عندما سين اصغر من 3 تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنقدر نرسل منحنة هذه الدلة المتصلة بالشروط او الخواص اللي الهالي فيه السؤال هنقول بما ان دل 4 بتساوي اربعة يبقى منحنة هذه الدلة يمر بالنقطة اربعة واربعة يعني سين باربعة وصاد بتساوي اربعة كمان قال لي ان 2 دل 3 بتساوي اربعة لو اسمت الطرفين على 2 يبقى دل 3 بتساوي 2 يبقى كمان نقدر نقول ان منحنة الدلة هيمر بالنقطة 3 واثنين لما سين باثنين صاد بتلاتة كمان قال لي ان دل 2 بتساوي صفر كمان معلومة تلتة ان منحنة الدلة هيمر بالنقطة 2 وصفر يبقى دول 3 نقطة هيساعدوني في رسم منحنة هذه الدلة كمان قال ان دل شرطة سين اصغر من صفر يعني دل شرطة سين سالبة عندما سين اكبر من اربعة او سين اصغر من اتنين نرسم خط الاعداد من سالب مالا نهاية لموجة بمالا نهاية ودي قيم السين وقيم الدل شرطة سين واشوف منحنة دل سين هيكون شكله ايه في الفترات الذي نقسم فيها خط الاعداد بالنقطة 2 سين بتساوي 2 وسين بتساوي 4 عندي سين باتنين دل شرطة بصفر وعندي سين باربعة دل شرطة بتساوي صفر هو قال لي دل شرطة سين بتكون سالبة عندما سين اكبر من اربعة او اصغر من اتنين معنى كده ان هي هتكون موجبة خلال الفترة من اتنين الاربعة كمان قال لي ان ده الشرط تنسين اصغر من صفر عندما سين اكبر من ثلاثة يعني منحنة محدبة لاعلى عندما سين اكبر من ثلاثة وده الشرط تنسين اكبر من صفر موجبة عندما سين اصغر من ثلاثة يعني منحنة محدبة لاسفل عندما سين اصغر من 3 طيب تعالوا بقى نرسم منحنة هذه الدلة ادي منحنة الدلة ادي النقط اللي هتساعدني في الرسم النقطة 4 و 4 والنقطة 2 و 0 والنقطة 3 و 2 و ادي منحنة الدلة بتاعنا واضح انه هو فعلا هذا المنحنة او الدلة دي تناقصية في الفترة من سالب مالا نهاية لاثنين وتزايدية من اثنين لاربعة وتنقصية من اربعة المالا نهاية والمنحنة محدب لاسفل عندما سين اصغر من 3 و محدب لاعلى عندما سين اكبر من 3 مثال اخر ارسم منحنة الدلة المتصلة دال الذي يحقق الخواص التالية دال 4 بتساوي اثنين دال 3 بتساوي اربعة و دال 2 بتساوي صفر كمان دال شرطة سين اصغر من صفر عندما سين اكبر من اربعة او سين اصغر من اثنين بيقولي كمان دال شرطتين سين اصغر من صفر عندما سين اكبر من 3 و دال شرطتين سين اكبر من صفر عندما سين اقل من 3 عايزني اقسم منحنة هذه الدلة المتصلة بالخواص اللي الهالي دلوقتي. نبدأ ونقول بما ان دلة اربعة بتساوي اربعة اذا تمام منحنة الدلة هيمر بالنقطة اللي احدى سياس سيني اربعة واحدى سياس سادي اربعة اللي هي النقطة اربعة واربعة. كمان بما ان اتنين دل تلاتة بتساوي اربعة. فلو اسمنا الطرفين على اتنين. يبقى دل تلاتة هتساوي اتنين. برضو نقدر نقول ان منحنة دل يمر بالنقطة ثلاثة واتنين. يعني النقطة اللي احدى فيها السيني بتلاتة واحدى فيها الصادي باتنين. كمان في معلومة بتقول لي ان دل اتنين بتساوي صفر. اذا منحنة دل يمر بالنقطة اتنين وصفر. كمان عند المعلوم عن المشتقة الاولى ده الشرطة سين هي سالبة اصغر من صفر عندما سين اكبر من اربعة او سين اصغر من اتنين. تعالوا نشوف ازاي نقدر نرسم خط اعداد من سالب مالة نهاية لموجب مالة نهاية ونشوف هنبين عليه قيم سين واشارة ده الشرطة سين وسلوك منحنة ده ده السين. ادي سين باثنين وسين باربعة اللي عندهم ده الشرطة سين بتساوي صفر. وابدأ اقول بما ان ده الشرطة سين سالبة اصغر من صفر يعني سالبة عندما سين اصغر من اتنين. ابين على الرسم. تمام. في الفترة اللي فيها سين اقل من اتنين ده الشرطة سين كانت سالبة. بالتالي منحنة الدلة بيكون تناقصي. وبقول ساعتها ان الدلة تناقصية. كمان ده الشرطة سين اكبر من صفر في الفترة من اتنين لاربعة عندما اتنين اصغر من سين اصغر من اربعة او سين اكبر من اتنين واصغر من اربعة. يبقى منحنة الدلة في هذه الفترة بيزداد او الدلة تزايدية في هذه الفترة. كمان نتكلم عن ده الشرطة سين سالبة أصغر من صفر عندما سين أكبر من أربعة يبقى منحنة هذه الدلة في الفترة من أربعة المالة نهاية يعني عندما سين أكبر من أربعة المنحنة هيبقى منحنة دلة تنقصية كمان هنتكلم عن دل شرطتين سين ونوضحها على خط الأعداد من سالب مالة نهاية لموجب مالة نهاية وقيم سين وإشارة دل شرطتين سين ومنحنة دلة هيبقى واخد أي شكل من الأشكال التحدب لأعلى ولا لأسفل هذه الثلاثة اللي عندها دل شرطتين بتساوي صفر وإحنا قلنا أن دل شرطتين سين موجبة أكبر من صفر عندما سين أقل من ثلاثة في الفترة اللي فيها سين أقل من ثلاثة دل شرطتين إشارتها موجبة ومنحنة دلة بيكون في هذه الفترة محدب إلى أسفل طب لو دل شرطتين سين أصغر من صفر تمام عندما سين أكبر من ثلاثة يبقى الإشارة سالبة عندما سين أكبر من ثلاثة يبقى منحنة دلة محدب إلى أعلى عندما سين أكبر من ثلاثة تعالوا نشوف بقى زي نرسم الدلة المتصلة بتاعتنا هذه محور السنات ومحور الصداد وده النقط اللي هو الدهالي في السؤال ده النقطة مساعدة ده النقطة ثلاثة واثنين وده النقطة اثنين وصفر وده النقطة أربعة واربعة خلي بالي ان منحنة دلة كان تمام تناقصية عندما سين اصغر من اتنين وتزايدية من بعد اتنين لحد اربعة وتناقصية من بعد اربعة كمان منحنة دلة كان محدب لاسفل عندما سين اقل من ثلاثة ومحدب لاعلى عندما سين اكبر من ثلاثة دي الخواص اللي هو الهالي انا قدرت الخصها على خط الاعداد وانفز على محور السنات ومحور الصدات وبكده رسمت منحنة دلة المتصلة بالخواصة اللي هو الهالي في اصل السؤال مثال اخر ارسم شكلا عاما لمنحنة دلة دال حيث صب تساوي دال سين اذا علمت ما يلي اول حاجة بيقول لي ان الدال دلة متصلة مجالها الفترة المغلقة واحد وسبعة يعني ارسم الدلة لقيم سين من واحد لسبعة مغلقة طبعا كمان بيقول لي ان دالة واحد بتساوي سالب اتنين ودالة خمسة بتساوي اربعة كمان معلومة بيقول لي ان دال شرطة خمسة بتساوي صفر وان دال شرطة سين اكبر من صفر عندما سين اقل من خمسة ودال شرطة سين اصغر من صفر عندما سين اكبر من خمسة كمان في معلومة تالتة ان دال شرطتين سين اصغر من صفر عندما واحد اصغر من سين اصغر من سبعة أو سين أكبر من واحد وأصغر من سبعة تعالوا نشوف المعلومات الدهالي أو خواص منحنة دالة اللي هو عايز يرسمه في الفترة من واحد لسبعة مغلقة هيقول لي إيه هقول بما أن دال واحد بتساوي سالب اثنين يبقى منحنة هذه الدالة يمر بالنقطة واحد وسالب اثنين كمان دالة خمسة بتساوي أربعة يبقى منحنة الدالة يمر بالنقطة خمسة وأربعة ودال شرطة خمسة بتساوي صفر معناه أن المشتقة الأولى أو ميل المماز بيساوي صفر يعني معنى كده أن المماز هيوازم إحور السينات عندما سين هتساوي خمسة كمان عندي معلومة أن دال شرطة سين أكبر من صفر عندما سين أصغر من خمسة ده معناه أن الدالة تزايدية في الفترة من واحد مفتوحة لخمسة مفتوحة كمان في معلومة قالت لي نوضح الكلام ده خط الأعداد من سالب مالة نهاية إلى مالة نهاية ودي سين ودي دال شرطة سين ودي منحنة الدلة ودي واحد ودي خمسة ودي سبعة طبعا دال شرطة عند الخمسة بتساوي صفر اللي المماز عندها يوازم إحور السينات وأبدأ أقول دال شرطة سين مجابة عندما سين أصغر من خمسة تمام من واحد لخمسة قيم سين مجابة يبقى الدالة في هذه الحالة دالة تزايدية في الفترة المفتوحة من واحد لخمسة طبعا نتكلم عن دال شرطة سين سالبة عندما سين أكبر من خمسة يعني الدالة تناقصية تمام في الفترة من خمسة مفتوحة إلى سبعة مفتوحة يبقى أنا كده حدد تزايد وتنقص الدالة في الفترة من واحد لخمسة مفتوحة ومن خمسة لسبعة مفتوحة طبعا نتكلم عن التحدد قادي خط الأعداد ودي سين ودال شرطتين سين ومنحنة دالة سين ودي واحد وسبعة هو قال لي أن دال شرطتين سين سالبة عندما سين تنحصر ما بين واحد وسبعة يعني على طول الإشارة سالبة من واحد لسبعة يبقى منحنة هذه الدالة محدب إلى أعلى في الفترة المفتوحة من واحد إلى سبعة تعالوا نرسل منحنة الدالة ودي محور السنات ودي محور الصدات ما تنساش تحدد أن الدالة بتاعتك دالة متصلة مجالها من واحد لسبعة يبقى هرسم في الفترة المغلقة من واحد إلى سبعة طيب في نقطة كانت نقطة مساعدة ليا اللي هي دالة واحد بسلب اثنين ودالة خمسة بتساوي أربعة دي نقطة مساعدة وأنا عارف أن الدالة التزايدية من واحد لخمسة مفتوحة وتنقصية من خمسة لسبعة يبقى أنا برسم أبقى حريص أخلي المنحنة هذه الدالة يتزايد أو قيم صاد تتزايد من واحد إلى خمسة وتتنقص من خمسة إلى سبعة وفي نفس الوقت رسمت منحنة هذه الدالة محدب إلى أعلى في الفترة من واحد إلى سبعة يبقى أنا كده قدرت أرسم شكل عام لمنحنة دالة لصاب بتساوي دالسين بالخواص أو المعلومات اللي ألها لي في أصل السؤال شكرا لكم وإلى اللقاء في حالة قادمة إن شاء الله